بعد ما محمد بن سلمان ادى ظهره للسيسي وحرمه من المصروف سادة الرئيس المشير النبي ما ضيعش وقت وقرر انه يتصرف ويروح للخطة البديلة بسرعة ويرمي نفسه زيادة في حضن الامارات اللي ما بقاش حلته غيرها وبقى رايح جاي على بوظابي كل يوم التاني وشغال لحسة في عباية محمد بن زايد زي القطة الصيامي طب ايه الفرق بين موقف ابو منشار من طبيب الفلاسفة وموقف عيال زايد منه وليه في الفترة الاخيرة بقى فيه خلافات دايما بين ولي العهد السعودي وعيال زايد في ملفات كتير رغم انهم مجرمين زي بعض يعني وولاد عصابة واحدة والاصول يلعبوا مع بعضوا ما يتخنقوش هيا بنا نشوف من كاما اسبوع كده سأت الزعيم البطل عم فتاح السيسي خد زميله في الواكسة الاقتصادية مالك الاردن تحت بطل وراحوا سوا على بوظابي عشان يحضروا قاعدة شحات عداية كده مع حكام الخليل يمكن يعرفوا يطلعوا منهم بأي قرشين يسندوهم قبل ما يفلسوا بس للأسف الجالسة دي حصل فيها صدمة كبيرة قوي للسيسي جرحت قلبه وكسرت نوايته على اخر الصدمة دي هي ان محمد بن سلمان ما حضرش لا هو ولا امير الكويت وياريتهم ما حضرشه بس كنا قلنا مشغولين ولا المواصلات اخرتهم ولا نسوا المعاد ولا تهوا في الطريقة حتى انما دول كمان ما بعتوش فلوس ولا اي نفح على السيادة الرئيس رغم انهم عارفين انه مزنوق وجيوبه فضية وبوك الدولارات واقع منه وما معاوش فلوس يرجع مصر اساسا ولايس كومبيلتلي بس نقول ايه بقى مفيش في قلوبهم رحمة خالص لما الكلام ده حصل ناس كتير يعني قالوا ان كده خلاص السعودية وكويت قابلوا حنفية الفلوس في وش السيسي ومش نوين يفتحوها تاني خصوصا ان حركة الغياب عن غدوة ابو زابي دي حصل قبلها حركات تانية بتأكد ان الدولتين خلاص يعني ارفو من السيسي ان شاء الله وما بقوش طيقين يشوفوا سحنته زي كلام وزير المالية السعودي في مؤتمر ديفوس لما قال ان السعودية خلاص بطل اتشحت حد ومن هنا ورايح مش هطلع مالين من خزنتها الا لما تاخد قصاده حاجة وفي نفس الوقت فارلمان الكويت وقف على حيل وعمل جلسة مخصوص عشان يسد باب المساعدات في وش سات المشير بتضبه والمفتاح ويطلب من الحكومة انها متعبروش حتى لو جالها مدد ايده ولابسه دمه قطعه وبيقول لله محسنين وبعد ما السعودية والكويت قالوا للسيسي اسرح طرح النخلة ما بقاش قدامه للامارات فبقى رايح جاي عليها بمناسبة ومن غير مناسبة ناقصي روح يبني كبرى هناك وينام تحته ويدوب رجع من القعدة اياها وما الحقش يخرج من باب المطار حتى ولقي نبي يركب الطائرة ورايح على بوظابي تاني عشان يحضر قمة مهمة جدا وخطيرة جدا عمرنا ما اسمعنا عنها في طبق اليوم حتى اسمها القمة العالمية للحكومات يعني هي من كتر تفاهتها ما كلفوش نفسهم ينقلها اسم عيدل حتى عاملة زي برنامج البرنامج كده بتاع باسم يوسف في القمة دي بقى شوفنا كلنا جناب الرئيس عجوة ماسك الحديدة الاماراتي وقاعد على المسرح وهو مدي للناس وشه طبعا لانه ما استجريش اديهم ظهره زي ما بيعمل معانا والرجل بقى عمال يسبح بحمد محمد بن زايد ويشكره على دعمه وإحسانه ويقول له انت القلبه الكبير انت نعمة وإحسان وانت خيرك على مصر واللي خلفوها من 2013 وقال له لك ما كانش هيبقى في انقلاب والبلد كتهضيع في شربة مية بس الحمد لله ربنا سطر والبلد مرضعتش هي صحيح اتدمرت واتخربت وفلست وبايت على الحديدة بس مش وهم مهم انها لسه موجودة وحسها في الدنيا لحد دلوقتي كوكا كله سمع صويت الشعب يعني بعيد بقى عن عرض التطبيل المستمر اللي سيسي بيقدمه للإمارات اليوم من دول وفقرات الشقلبة ونمت العازب وعجين الفلاحة اللي سيادة الرئيس الشريف قوي بيعملهم لمحمد بن زايد صبحه وليل عشان يحنن قلبه عليه ويفضلي شحاته ومايتخلاش عنه عاوزين نقول ان الاخ المجرب بن زايد مش بس دعم لانقلاب في مصر لا ده ما شاء الله يعني عمل جرائم كتير قوي انقح من كده وما فيش مصيبة حصلت في الشر الاوسط اخر 15 سنة الا وهتلاقي دير اشأة ومعلمة فيها بن زايد زي ما صرف مليارات في مصر عشان يخلص على ثورة يناير وحكم الاخوان وينزل السيسي من فوق النخلة واقعدوا على كرسي الحكم هنلاقي هو اللي دمر ثورة تونس وضيح وهو برضو اللي خطف رجله لحد ليبيا واستاد حفتر والمرتزق ابتوع من خرابة اللي كانوا عايشين فيها وشطفهم وجاب لهم سلاح عشان يولعوا البلد ويجيبوا عليها وطيها ويملوها صراعات وحروب اهلية من كل الانواع والمأساة يوسكو بن زايد بقى على كده ويتبطوا ويكتفي بالمصائب اللي عملها لا برضو امواخت في سكيته اليمن الغلبانة وهداها على دماغ اهلها ده غير بقى التطبيع مع الصهاينة وشوقت لعب على الماشي كده في سوريا والعراق ودول افريقيا طب ترى ولاد زايد تعبين نفسهم وبيعملوا كل ده ليه ازايا يعني وخلاص ولا ايه بالزبط بصوا يعني هم أولاد زايد مجرمين طبعا وبيحبوا الشر وهويتهم انهم يأذوا الناس ويخربوا بيوتهم من غير مناسبة عادي جدا بس ده ما يمنعش ان فيه هدف برضو ورا كل الشر اللي بيزرعوه في اي حتة يروحوها الهدف ده هو زعامة المنطقة وفرض سيطراتهم عليه وعشان الهدف ده يتحقق لازم يسيطروا الاول على السياسة والاختصاد في كل دول ويحصروا مناخرهم في سلطتها ويرشقوا رجلهم جوه ارضها عشان يبقى سهل يحطوها تحت باطهم ويمشوها على مزاجهم وقت اللزوم حتى دول الخليجة مؤمن ما نفدتش من شر وقزية محمد بن زايد طب اجادوا الجيرانك وحبيبك وبيجري تحت ارضكو بترول واحد هل لك لا برضو لازم افضل اشتغلهم في الازرق لحد منافذ رؤيتي وطبقها عليهم كلهم كلهم ان شاء الله بقى عندهم رؤيا هذه بس ايه هي بقى الرؤيا دي بالصلاة عن النبي محمد بن زايد وصحبته الكريمة بقى لهم سنين شغالين بأيديهم واسنانهم عشان يخلصوا على السلافيين والوهابيين في دول الخليج ويمسحوا تأثيرهم باستيك وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان ينفسوا المنطقة عادتها القديمة ويفتحوها على الغرب بس مش كل حاجة طبعا في الهيافة بس ان شاء الله يعني مفيش مانع اننا نرش شوية حريات اجتماعية كده على الناس عشان نبقى متحررين وبنلبس بكيني وبنعمل شوپنج وبنرقص ونغني وننظم مهرجانات وحفلات زي الخواجات بالضبط بس من غير ما نهو بناحة الديمقراطية وتداول السلطة والحريات السياسية اللي موجودين عندهم لان الحاجات دي عيب جدا يعني وكلها اباحة وما ينفعش يتعطي بنواحين عسل الله سمح الله تبوز الشعوب وتخليهم ينسوا نفسهم ويفتكروا انه من حقهم يحسبوا الحاكم وان لهم حق في سروات البلد ولا حاجة عشان كده ولاد زي طول السنين اللي فاتوا كانوا بيحاربوا صورات الربيع العربي بكل حماس وبصرفوا على تدميرها مليارات متلتلة لانهم خايفين الصورات دي تنجح وتكبر وتوصل عندهم فتعدي شعوبهم بالافكار المضرة بتاعت الحرية والديمقراطية والعدالة وتبقى نصيبة يعني عشان كده برضو تلاقي عيال زي بيكرهوا الحركات الإسلامية اللي شاركت في الصورات زي الإخوان المسلمين كده والود ودهم ينسفوا الحركات دي من وجود هي والإسلام نفسه عادي يعني لو أمكن هم عاوزين الإسلام في بلادهم يبقى مجرد ديكور زي النيش كده بالظبط يقعد في حاله كده على جنب كافي خير وشره ماليش ضعب حاجة ويسيب السلطة بقى في الناس ما بدلها تظلمهم تسرقهم تقتلهم شاء الله حتى تولع فيهم هي حرة وده السبب اللي بيخلي بنزايد وعصابته يتبسطوا قوي وبيتكيفوا على الآخر من شلة الدرويش والصوفيين اللي ما بيعملوش حاجة غير ان هم ما يقولوا حي ويطبلوا للسلطة زي علي الجافري وحمزة يوسف كده دول اللي حكام الإمارات بيصرفوا عليهم وينظموا لهم مؤتمرات مخصوص وبيطلعهم في كل القنوات عشان يزودوا شعبيتهم وينشروا الشكل ده من الإسلام ويقولوا للناس بصوا بقى هو ده الدين الحلو اللي طالع موضة دلوقتي وجاي على مقاسنا انما الدين القديم بتاع العدالة والحقوق ورفع الظلم ده راحت عليه خلاص موته بطلت فمش هندخلوا عندنا هنا تاني هي دي الرؤية المهببة اللي ولاد زايد قافشين فيها وبيطبقوها عندهم ومن كتر حلوتها عاوزين يعمموها في دول المنطقة كلها ومن ضمنها السعودية في ناس كتير ما تعرفش ان محمد بي بن زايد ليه دور كبير قوي في الانفتاح اللي بتعيش السعودية دلوقتي طبعا في مجالات الترفيه والمصارع النسائية وعروض الأزياء وكل الحاجات الجميلة دي وهو اللي حط محمد بن سلمان على أول طريق المناشير طب ازاي يقول لك يا سيدي من كام سنة كده لأخ بن سلمان كان لسه يعني وزير دفاع على قدم وعينه هتطلع على كرسي ولاية العهد اللي كان قاعد عليه وقتها محمد بن نايف طبعا أبو رصاصة كان هيموت على المنصب بس ما كانش عارف يجيبها البن نايف ازاي خصوصا ان البن نايف ده ما كانش مجرد عيل توتو يعني بن سلمان يقدر يديله رصاصتين في دماغه ويتوي في الصحراء ولا منشاف ولا مندير ده كان عظم ناشفة وبتعمه خبرات وليه علاقات قوية جدا بـ CIA ومدعوم من دول أوروبية طب نعمل ليه في الجدع ده نسيبه في ولاية العهد كده لحد ما يبقى الملك ونحرم السعودية من مجرم وقتال قتلة ما جابتهوش ولادة زي بابو منشار لا طبعا ما يصحش في اللحظة دي بقى دخل محمد بن زايد بتقلو واتصالاته مع الأمريكان عشان يفتح لبن سلمان سكة التخلص على بن نايف ويخليه يشيله هيلة بيلة من عالكورسي ويحضفه على آخر إيده في منتهى الهدوء والانسيابي من غير ما يبقى فيه تدخلات أو ضغوط من الغرب بقى وده اللي حصل فعلا في يوم وليلة لقنا بن سلمان بيعكش بالنايف زي الفرخة وبيزنق في زنزانة وفين يوجاعك لحد ما خليه يتنازل عن ولاية العهد وبعد كده حبسه برضو عادي جدا وبقى بن سلمان هو ولي العهد وحاكم السعودية الفعلي طب ليه بن زايد دعم بن سلمان ووقف جنبه اللي بيتقال إن بن زايد كان معجب بابو المناشير جدا من صغره شاف فيه كده ملامح الإجرام من نعوم الضوفره كان بيقول الواد محمد ده حلو وصغير ومعندوش دين وشاكل وكده جواه موهبة قتل وقمع رهيبة مش موجود عند أي حد من قال سعودي العواجز المخواخين دول وهو ده بقى اللي هيفتح السعودية على البحري وهيساعدني في التخليص على الوهابيين والسلفيين والإخوان وكل كليل ومن أول يوم مسك فيه الحكم بقى بيقتل المعارضين وبيحبس الشيوخ بييده وبالييد التانية بيغرق البلد المفتاح ومواسم طرفيه بمساعدة غلام والشوال تركي قال الشيخ بس واحدة واحدة بن سلمان كبر وبدأ ينفيش ريشه ويحس بنفسه خصوصا بعد ما طلع من جريمة قتل جمال خاشقدي زي الشعرم العجيب والأمريكان رجوا يخطبوا وده تاني عشان البترول بعد ما كانوا كارفينه وبيبصلوا من فوق لتحت في الراحة والجاية كانوا جربان يعني ساعتها وليه العهد بدأ يطمع في زعامة المنطقة هو كمان زي ولاد زيت بالظبط ما هي منطقة ملاس صاحب بقى ولا كم حكام الإمارات دول يزيدوا عني في ايه مثلا هم مجرمين وأنا مدرس كيميا يعني ولا عندهم بترول ولا عندي ماء الطرش ما أنا مجرم برضه وحلو وسابق سن والفلوس عندي بالكوم وبقيت منفتح على الغرب زيهم بالظبط وعندي رؤية رد الروح المنافسة على الدور الإقليمي وزعامة المنطقة خلت التوأمة الملتصقة اللي كانت بين ولي عهد السعودية وحكام الإمارات تفك واحدة واحدة كم والخلافات بين أبو منشار ومحمد بن زايد بدأت تزيد وتفرقهم بعد ما كانوا روحين في إزازة وبعد ما أهدافهم كانت مشتركة وبيلعبوا سوا بقى كل واحد فيهم عنده أهداف غير التاني وعاوز يلعب ويجيب جوان لوحده وده ظهر في أكتر من ملف السعودية مثلاً كانت عاوزة تكمل في حرب اليمن للآخر الإمارات بقى جيت في النص كده بعد ما ضمنت السيطرة على المواني والسواحل ورحت شايلة إيدها وقالت لبن سلمان مع نفسك بقى خلصوا الدين إيران نفس الموضوع في الملف الإيراني في وقت ما التوتر العداوة بيزيدوا من السعودية وإيران الإمارات قررت إنها تهدي اللعب مع إيران وتمشيها ديب المسي حتى في سوريا هتلاقي السعودية قفشة على بشار ومش راضية تديله ريء حلو عكس الإمارات اللي بقت مطرية الدنيا مع الأسد اليمن دول على الآخر والاجتماعات شغلة بينها وبينه على ودنه آخر ملف بقى ظهر فيه الخلاف بين السعودية والإمارات كان ملف مساعدة الشحات طرح النخلة اللي فضحنا في كل حتة ومفرج الكوكب علينا سلطة الإمارات لحد النهاردة وهي قاعدة حطة رجل على رجل وبتشرب قهوتها في أسطوح برج خليفة عشان كده يهمها إنها تدعمه وتساعده وتحافظ على وجوده على الأقل لحد ما تلاقي عجوة بديلة تحطها مكانه الراجل يعني ما شاء الله عليه فاتح البلد قصاد حكام الإمارات على البحري عاوزين أصول يديهم وبرخص التراب نفسهم في أراضي يخصص لهم فجدين ملهاش عدد على مدد الشوف وليل ونهار ما ورهوش حاجة غير إنه يذكر فيهم ويبوس إيديهم ورجليهم قبل الأكل وبعده سلطة السعودية بقى ارفت من السيسي وبقت حاسة إنه مش مفيد ومالوش لازمة وبقت قيدها منه والأرض الراجل بقى له تسع سنين ما بيعملش حاجة في دونيته غير إنه يمد إيده عشان يشحت منه إنما لا ضرب معهم طلق أفشينك حتى في حرب اليمن ولا بيعملهم في بيع الأصول زي ما بيعمل الإمارات حتى الجزيرتين اليتامة اللي السعودية لهافتهم من السيسي لحد النهاردة مش عارفة تستلمهم بشكل رسم وده مش لأن السيسي قافش في تران وصنفير ورافض يسلمهم لا سمح الله لا خالص هو مستعد يتنازل عن أرض مصر كلها بخمسة جنيه عادي جدا المشكلة في إسرائيل هي لموقفة الموضوع وعملت بيعه وتشتري في السعودية وتفرض شروطها في اتفاقية التسليم وبتقال إنه من ضمن السروط دي إن السعودية تعمل زي إخواتها الحلوين في الخليج والطبع رسمي مع الصهينة كل ده بقى خلى قال سعود يقوله الرجل الأزعى المدهنين البومة ده اللي ما بيجلناش من وراء الله الخسارة لا كفاة بقى مفيش مساعدات تاني خليه غارز في الأزمات كده لحد ما يعرف إن الله حق ويدينا كل اللي إحنا عاوزين ومن غير فصال دي باختصار حددت الخناءة دايرة من فترة بين السعودية والإمارات على زعامة الشرق الأوسط واللي خليتهم يبعدوا عن بعض شوية بعد ما كانوا إيد واحدة في كل المصائب والكوارث والجرائم اللي بتحصل في المنطقة والخناء دي خادت في رجليها سمو الزعيم المتسول عم فتاح السيسي وما بقاش عارف بقى يروح فين وييجي منين يتهزق من السعودية شوية وبعدين يعتذر لها عادي وهو وشه في الأرض وبعدين يجري بسرعة الإمارات يأمن عليها ويبوس رجلها ويطمن إنها لسه معاه وحاجة فيه منتهى الإهانة وقلة الإيمة خالص بصراحة يعني بس عموما يعني سادة الرئيس ابن حلال ويستاهل التهزيق اللي هو فيه ده ونشوفكم على خير إن شاء الله